تنفيذا لتوجهات السيد رئيس أركان الجيش استقبل مستشفى الحسين العسكري الطلاب المتقدمين على الدورة التأهيلية السابعة وثمانين خريجي الكليات المدنية وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية من الباطنية والقلبية والعلامات الحيوية والعيون والأشعة فضلا عن الفحوصات المختبرية وبقية الفحوصات الأخرى وجرى العمل بإشراف مباشر من قبل رئاسة أركان الجيش والأكاديمية العسكرية ومديرية الأمور الطبية العسكرية قامت مديرية الأمور الطبية العسكرية بالتنسيق مع إدارة الأكاديمية العسكرية باستقبال طلاب دورة سبعة وثمانين من القبول على دورة سبعة وثمانين العسكرية الثانية التأهيلية وبالتنسيق مع إدارة مستشفى الحسين شكلت لجنة من إدارة مستشفى الحسين بكافة الاقتصاصات الطبية المتمثلة اقتصاصات الباطنية والجراحية والكسور والعيون وباقي الاقتصاصات الأخرى لفحص الطلبة ضمن ضوابط عدة مسبقا من قبل مديرية الأمور الطبية لقبول الطلبة تم إجراء الفحص الطبي للطلاب المتقدمين للدورة التأهيلية الرقم 87 في مستشفى الحسين العسكري الحقيقة الطالب أول ما يجي يقدم رح يدخلون بياناته في قاعدة بيانات الدورة ثم بعد ذلك يخضع لإجراء الفحص الطبي من قبل لجنة طبية متخصصة في مستشفى الحسين العسكري الطالب اللي يشتاز الفحص الطبي بنجاح رح يتحول إلى مرحلة إجراء التدريب فحصات التدريب واللياقة البدنية اللي حاليا تجرى في الكلية العسكرية يخضع الطالب إلى الضاحية العسكري لمسافة 2400 ثم إلى ميدان الزجزاق ومن ثم إلى الاستناد الأمامي والجسر طيار استقبلت مستشفى الحسين العسكري المتقدمين للفحص الطبي في دورة 87 وكان الاستقبال بانسيابية عالية وبتنظيم رائع بإشراف السادة المسعودية من قبل رئاسة أركان الجيش والأكاديمية العسكرية وتضمن الفحص الطبي فحص سريري للمتقدمين إضافة فحص العيون والفحوصات المقتبرية والشعاعية بإشراف اللجنة الطبية المكلفة لهذا الغرض الطلاب المتقدمون للدورة ثمنوا رعاية واهتمام وزارة الدفاع والأكاديمية العسكرية بقبولهم في الدورة بعد اجتياز كافة الفحوصات واختبارات الياقة البدنية والمقابلات وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية والفحوصات الطبية بشفافية عالية نحن المتقدمين على دورة تأهيلية 87 نشكر وزارة الدفاع والأكاديمية العسكرية على حسن الاستقبال واجراء الفحوصات الطبية لكافة الطلبة ومتمنين التوفيق للجميع الطلبة واجتياز الفحوصات الطبية نشكر وزارة الدفاع ونشكر الأكاديمية العسكرية على حسن الاستقبال والاستضافة نحن طلاب دورة أهلية 87 متقدمين نشكر وزارة الدفاع الأكاديمي العسكري على حسن الاستقبال والكادر الطبي على التدقيق في الفحص وإن شاء الله توفيق لجميع الطلاب المتقدمين من مقر مستشفى الحسين العسكري صباح الخزعلي إعلام وزارة الدفاع